نيرسينج بروسس طبعاً في بعض الأسئلة تتطلب مننا أن نحلها بناء على النيرسينج بروسس أو الإجراءات التمريضية وبرضو نستخدم النيرسينج بروسس to be authorizing النيرسينج كير علشان نرتب الأولويات على حسب الخيارات المعطاة بالنسبة للنيرسينج بروسس أسئلة تقيس مدى فهم الممرض لإجراء الخطة التمريضية النيرسينج بروسس تحتوي على عدة نقطة أول نقطة assessment اللي هي التقييم analyzing التحليل planning اللي هي الخطة الموضوعة أو الخطة التمريضية implementation actual implementation of the nursing action أو تطبيق الفعلي و evaluation اللي هو التقييم النهائي عندما يتم سؤالك الاختيار أول إجراء أو أول خطوة في الخطوة التمريضية حاليا لابد أن تطبق إجراء التمريض بالترتيب لاختيار الإجابة الصحيحة يعني لازم نبدأ أول خطوة assessment انتهاء بال evaluation نجي عند السؤال الأول أو السؤال اللي يكون تقييمي سؤال تقييمي طبعا سؤال تقييمي تقييم المريض طبعا يتطلب جمع البيانات والتأكد منها ومناقشاتها ودسجيلها assessment questions addresses the process of gathering subjective and objective data subjective هي المعلومات اللي أنا أحصل عليها من المريض المريض طبعا verbalize this symptoms والobjective هي المعلومات اللي أنا أجمعها من المريض أو اللي أنا أقدر أقيسها زي مثلا vital sign lab test زي كل بعد ما جمعت البيانات هذه أو المعلومات أعمل لها communication and documenting the data أناقشها مع health care providers الدكتور أو مرضى أخرى معايا وبالإضافة أني أعمل لها documentation في ملف المريض طبعا راح أطيكم مثال على السؤال التقييمي وعلى السؤال التحليلي والسؤال التخطيطي وكل الأسئلة راح تأخذون عليها أمثلة عشان تفهمون أكثر طيب السؤال التحليلي أو الانالايزيس question السؤال التحليلي هو الذي يحتاج إلى تحليل طبعا يكون أصعب سؤال لأنه يتطلب معرفة الاستجابة الجسدية للمرض كيف المريض استجاب لهذا المرض طبعا عن طريق ظهور العلامات والأعراض على المريض وتفسير البيانات المعطاة أثناء التقييم زي ما قلت أو أو إجراء معين أنا لازم أفهم الغرض ليش طيب إيش معنى الدواء هذا إيش معنى الإجراء هذا بالضبط كده راح تنمي عندك مهارة التفكير الناقد والتحليل بالتالي تستطيعون في حل أي سؤال يواجهكم يكون إذا كني تطلب تحليل أو بالنسبة لل السؤال التحليلي معرفة احتياجات المريض أو المشكلة الموجودة عند المريض نجيل السؤال الثالث السؤال التخطيطي أو طبعا الأثناء التخطيط لتقديم الرعاية للمريض لابد أن تكون على مبدأ الأولويات من حيث المشاكل وتحديد الأهداف ونتائج المرجوة إذا كان يجد لدينا مشكلة فعلية تكون لها الأولوية عن المشكلة المحتملة اللي هي actual problem وبوتينشيال problem نعطيها الأولوية في الإجراء قبل البوتينشيال بروبلم طبعا في البلانينج لازم يكون في short term goal و long term goal اللي هو الهدف اللي يكون قصير المدى ممكن استطيع تحقيقه خلال ساتين مثلا أن المريض عنده درجة الحرارة 38 أوكي أنا إش راح أحط في هذه تعتبر assessment أني جمعت معلومات عن البشينت أو شفت أنه درجة حرارة عنده 38 طيب نجي نتحليل نتيجة لأتفاع درجة الحرارة البشينت صار عنده hyperthermia ارتفاع درجة الحرارة أو بين طيب البلانينج راح أحط هدفي ممكن هدف قصير المدى أنه راح تنخف درجة الحرارة إلى مثلا 37 خلال ساعتين أو خلال أربع ساعات القادمة زي كده لازم أحط هدف قصير المدى وهدف طويل المدى طبعا على حسب الأولويات وبرضو outcome criteria criteria for goal of care outcome اللي هي برضو النتائج المرجوة النتائج المرجوة من خلال أني أنا عملت الشيء هذا أحط كلها في خانة البلانينج بالنسبة للسؤال التنفيذي أو implementation question يحتوي على الإجراءات التي تتضمن تنظيم وإدارة الرعاية المقدمة للمريض بالإضافة إلى عطاء المشورة للمريض تعليم المريض تقديم الرعاية اللازمة لتحقيق الأهداف الموضوعة في خانة البلانينج الإشراف ومناقشة التسجيل وتوثيق الرعاية المقدمة والجراء الفعلية التي قامت بها الممرضة الامبليمنتيشن question addresses the process of organizing and managing care counseling and teaching provide care to achieve established goal عشان أحقق الهدف اللي أنا وضحته في البنانينج بالإضافة إلى supervising and coordinating and communicating and documenting and nursing intervention ركز على nursing action أكثر من أفعال الدكتور يعني لما يكون لدي سؤال ألاحظوا أنه في مثلا يسألني ما راح راح تسوين في الحالة هذه حالة يجيب لي أنه إجراءات خاصة بالدكتور لا أنا أركز على أفعال التمريض أكثر من أفعال الدكتور عند الإجابة على مثل هذا السؤال اللي هو السؤال يكون في implementation question ما عدا إذا كان السؤال عن ماذا تتوقع أن يكون الإجراء الطبي زي كذا لكن في الغالب تختارون الأفعال التي تقوم بها الممرضة السؤال التقييمي أو التحصيلي النهائي evaluating question طبعا evaluating question يركز على مقارنة النتيجة الحالية الناتجة من الرعاية المقدمة مع النتائج المتوقعة في مرحلة التخطيط ومناقشتها أيضا وتوثيقها في ملف المريض السؤال أيضا يتعرف على استجابة المريض الرعاية المقدمة معرفة الأسباب التي أدت لعدم تحقق الخطة المبوعة وعدم تحقق النتائج المرضوعة طبعا الكوستشن focus on determining the client response to care and identifying factor that may be interfere with achieving expected outcome التمريض لحل هذا السؤال وشرحت لكم كل سؤال بالضبط يكون عبارة عن كيف على ماذا يركز وكيف تكون طريقته موسيقى